أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما التحليل به معالية المياه وتريتمنت ونواصل في هذه المقاطع الشرح محتويات هذه الوحدة تعريف المصادحة معالية المياه البحر والآن نتناول مرحلة أخرى وهي الضغط البخاري PC هذه طريقة أخرى أيضا تستخدم لفيفر كومبريشن اللي هو طريقة الضغط البخاري طريقة الضغط البخاري وفي هذه الطريقة يحدث فرق في الضغط بين خزانين عندما يتم نقل السائل المخلوط بينهما عندما يتم نقل السائل المخلوط بين خزانين يكون هناك فرق في الضغط الفرق في الضغط يدفع التبادل الحراري لتبخير وتكسيف مياه البحر المالي لتكوين مياه صالحة للشرب لتكوين مياه صالحة للشرب إذن تكون في حرارة هناك تنتقل عندما يكون في فرق في الضغط والطاقة الحرارية تبخر الماء ثم يكسف الماء أو التحصيل على ماء عزب وصالح للشرب هي عملية تقطير يعني ببساطة موزج العملية هي عملية تقطير يعني تبخير ماء ثم تكسيفه وتجميعه بشكل عزب هي عملية تقطير حيث يتم الحصول على تبخر مياه البحر أو المياه المالحة عن طريق الحرارة المستمدة من البخار المضغوط يعني خلاصة العملية أنه نبخر الماء بحرارة تبخير الماء بوجود حرارة عشان كده عرف أن هذه العملية عمليات تقطير مبسطة تبخير الماء بواسط حرارة ثم تكسيفه الشكل في الشريحة التالي يوضح الضغط الميكانيكي Mechanical Compressor يستخدم لتكسيف بخار الماء يعني الضغط الميكانيكي يكسف بخار الماء لتوفير الحرارة اللازمة لبخار مياه البحر الداخلة يعني الماء الداخل يستفيد من حرارة البخار الذي تم ضغطه هنا الشكل واضح جدا يدخل ماء البحر من هنا هذا ماء بحر الماء المغزي ماء بحر داخل ويدخل ماء البحر وهنا نرى أن يدخل في هذه الدائرة إعادة the secretion bomb مضخة تعيد الماء كل مرة وكل مرة يدخل في عملية التبخير والتكسيف التبخير والتكسيف ونتخلص من الماء المالح جدا الماء المالح جدا هو كلمة براين مالح جدا غير مفيد أو شكل نفاية نتخلص منه الضغط الميكانيكي نلاحظ وجود هنا الضغط البخار لكي يستفيد منه الماء الداخل كل مرة وهنا نلاحظ أنه يتكسف الماء هنا نلاحظ أن يتكسف الماء ويتجمع هنا تجميع الماء بشكل واضح لكي نحصل على ماء عزب لكي نحصل على ماء عزب كي نحصل على ماء عزب صالح للشرب وهذا الضغط اللي هو favor compressor اللي هو ضاغط بخار نلاحظ أنه يكون في ضاغط البخار لكي يستفيد ماء البحر الداخل من هنا من البخار الموجود في الماء الذي تم تكسفه وبذلك نكسف الماء ونتحصل على ماء عزب وهي طريقة مبسطة تعرف بطريقة التقطير إذن تسخين الماء وتبخيره ثم تكسيفه وبهذا نصل لنهاية شرح هذا المقطع الذي يتناول الضغط البخاري وهي أحد الطرق لمعالية مياه البحر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر